البحارة وصف الضباط والأدميرالات المحاربون القدامى أبناء روسيا الكرام أهنئكم بيوم البحرية الروسية على مدى عقود كان أصولنا وما يزال حامية لحدود بلادنا وبفخر ومجد وبالتالي الاحتفال لشرفه تحتفل فيه كامل روسيا وشعبها اليوم نهنئ طواقم السفن والغواصات والطائرات البحرية على رجولتهم وعلى قدرتهم وكذلك قوات الإنزال وقوات خفر السواحل كذلك نهنئهم على قدرتهم وحفاظهم للوطن وحفاظهم على مصير روسيا أن أصولنا يخدم بلاده بشرف ودون أي توانن وهناك رحلات واستكشافات على مسار الكرة الأرضية وتقدم في العلوم وتقنيات وكان الأسطول كقلعة حصينة يقف أمام الأعداء في لينجراد وبيترابابلسك وسيواستوبل والبحارة والقوات الإنزال والموشات البحرية حموا لينجراد وحدود روسيا إن تاريخ أسطولنا قد شكل وحدد ما هي الأسطول وأهميته وهي حماية الوطن هذا العام قد جاء لأسطولنا بالكثير من التواريخ الذكرى حوالي 320 عاما قد بلغ عمر أسطول البلطيق 290 عاما عمر أسطول الشمالي و240 عاما عمر الأسطول البحر الأسود وكذلك أساطيل المحيط الهادي وبحر قزوين تدافع على حدود بلادنا وكذلك حد مصالح بلادنا في البحار والمحيطات وبتقاليد الشرف والفخر والحب للوطن يتابعون مسيرتهم فهذه المسيرة تطلب مسؤولية كبيرة ومهنية عالية وحزم شديد لمكافحة البحار الهائجة وتعلمون قيمة الأسرة والوطن والبيت ومن جيل إلى جيل تتوارثون الشيء المقدس وهو الحفاظ على الوطن وأن رجولتكم تساعد على تنفيذ كل المهام للدولة وتبعث الفخر والعز لدى المواطنين على أعمالكم وأمجادكم بيتر ساليبن منذ مئة عام قد قال أن هذا دليل على أن الشعب لديه قوة وإمكانية بأن يسيطر على البحر واليوم يتم تنفيذ مهام سياسية بحرية ونزيد من قوة الأسطول حيث دخلت 30 سفينة جديدة في خدمة الأسطول وكذلك الكورويت ميركوري الذي سمي باسم البحار الأسطوري الذي فاز على سفينتين متسلسلتين وعلى سفينة ميركوري قد رفع علم جيورغي البحري كتقليد واحترام لتقاليدنا وكذلك كعزة وشرف فهذه الصفات تظهر اليوم باسم روسيا البحار يقومون بكل ما في قوتهم ويظهرون بطولاتهم وشجاعاتهم وبسالاتهم كما قام أجدادنا سابقا وأشكر طواقم أسطول البحري على تنفيذ مهامهم بشكل رائع وعلى مضمونيتهم وشجاعتهم وثباتهم وعلى حبهم الكبير للوطن ليحيى أسطول روسيا الحربي موسيقى